كل هذه التضحيات كانت تسوى في سبيل الفن قلتي أنه بعدين أنه أنا تستاهل أفقد أهلي وكل شيء لأنه أنت أيضاً ما أخذت فرص قوية هي مو ما أخذت هي جدت فرص كثير يعني أول ما دخلت الوصل أول ما دخلت الوصل كثير فرص جتني بس الفرص إذا أختنمها لازم أخسر هواي أمور مثل كرامة تشاني يعني هواي فرص جتني كثير ويا مخرجين ممثلين بس أقدر أختنم هاي الفرصة بس رح أخسر أخسر كرامتي أخسر عزة نفسي أختر يعني حتى لو أختار هاي الفرص لا صعبة صعبة لأنه هاي الأشياء إذا أختنم الفرصة فرح تبقى عالقة في ذهن الناس أو في ذهن سين من المخرجين أو سين من الفنانين فما أختنمت لأنه رح أخسر هواي أمور وتنازل عنه هواي أشياء حربتش كونتش ابنية جديدة وداخلة عليهم وحلوة أكيد أكو غيرة صارت يعني بس بعدين لا يعني مرات سنوات تعفي عن هذا الشيء سامحتيهم يعني يعني الحمد لله سامحتهم وهما سأدرب رحيم طبعاً أنت طبعاً من نقول عهود إبراهيم ما نقدرني حسبك على جيل معين لا لا ما في يعني ماكو بناء الظهر أويات لا 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 ما في ما في بس نفس الوقت لما نظهرتين هاي تلثماينات أكو نجمات كلش كبار اللي هما هندو شذاء وآسيا مثلاً يعني وأيضاً أكو جيل اللي هسه دا يطلع اللي هو وجهه الناس وتماره صح صح فانتصرتي بالنص بين جيلين ما ما في أحد من جيلي تفهمني يعني أنا وعت على مثلاً ست آسيا ست سنة عبد الرحمن ست هنة محمد ست عباطف نعيم أقمان نعيم ست فاطم الربيعي الله يطيب الصحة والعافية طبعاً كبار طبعاً